أهلاً بكم تأمل قداسة الباب فرانسيس في حديثه الأسبوع بصلاة الشفاعة التي تهتم بأفراح البشرية بكل أحوالها كما أن من يصلي يرى في كل إنسان وجه المسيح موضحاً قداسته أننا جميعاً كورقاً على الشجرة نفسها وحين تسقط تذكرنا بالرحمة الكبيرة التي يجب أن نتحلى بها في صلاة بعضنا لبعض وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يصر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح كداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في صلاة الشفاعة قال الإنسان المصلي هو من يذكر في صلاة أفراح البشرية وأحزانها وأمالها ومخاوفها فهو إذا سعى إلى العزلة والصمت لا يفعل ذلك حتى لا يزعجه أحد بل لسماع صوت الله بشكل أفضل فكل من يطرق بابه يجد فيه قلبا رحيما يصلي له وللجميع دون أن يستثني أحدا ينفرض المصلي في العزلة عن كل شيء ليجد من جديد كل شيء وكل الناس في الله من يصلي يرى في كل إنسان وجه المسيح من يصلي يهتم لكل إنسان لأن من لا يحب أخاه فهو ليس جادا في صلاته عندما يصلي المؤمن فإنه يصلي من أجل الجميع من أجل نفسه أيضا عندئذ يعرف أنه لا يختلف كثيرا عن الناس الذين يصلي من أجلهم وقال كداسته العالم باقن وفيه خير دائما بفضل هؤلاء المصلين الذين يشفعون وهم في الغالب مجهولون لدى الناس لكن الله يعرفهم هناك الكثيرون الذين نجهلهم صلوا وقت الاضطهادات مثل يسوع وقالوا اغفر لهم يا رب لأنهم لا يعرفون ما يصنعون الجميع مدعو إلى صلاة الشفاعة ولا سيما الأهل والرؤساء والمعلمون والكهنة وكل مسؤول وعليهم أن ينظروا دائما بعين الله وبقلبه وبحنانه ورأفته والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين باللغة العربية saluto i fedeli di lingua araba كل ورقة تسقط تذكرنا بالرحمة الكبيرة التي يجب أن نتحلى بها في صلاة بعضنا لبعض ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر ترجمة نانسي قنقر